لو أي حد تقدم لي لا سأل سأل حضرتك لو بعد ما تديني الموافقة جيته حضرتك الراجل ده لا مش بتديه مش أرده ده أنا ليه موافقة بتبت في الكلام اللي أنا بقول ده والأخطر من كده كمان أنا عندي تم توقيع برتوكول ما بين وزارة العدل وما بين وزارة الرأي هذا البرتوكول إتاحة كافة البيانات المساحية اللي موجودة لده هيئة المصرية العامة المساحة لحساب الشرعقار يعني إيه العضو الفني اللي هو هيكون زي الدكتور ماهر وزي العضو الفني الزميل هينزل يبص على استمرط العقار ويعرف إذا كانت هذه الوحدة مسجلة بأسم حد أو غير مسجلة لو وجد إنها مسجلة هيرفضوا على اليد بأسم حد تاني يبقى أنا عندي ضمانات ووسائل معددة تحفظ حق المواطن في الأخطر بقى من ذلك شو بقى عدت كل هذه المراحة من هنا في ايه تاني في عقوب جناية العقوبة الحبس لمدة سنة لمن يقدم مسجلة المزورة لسلب ايه عقار لو المواطن قدم ولا مزورة وأنا كشارقار اكتشفت هذا الأوراق المزورة وما وعدت بأعمل مذكرة بحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في شأن المسجلة المزورة في الجديد يا فندي بقى احنا بنتكلمش على القديم والقديم ده خلاص احنا في منشطة بنقوله وداع للقانون 146 114 سنة 146 تمام